بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على من لا نوية بعده إخوتي وأخوات الكرام إن شاء الله جئت إليكم ببرنامج جديد في كيفية حفظ كتاب الله وإتقاني وكيفية المراجعة فقد أعددت لكم فيديو سابقا ولكن كان فيه أخطاء بسيطة وحذفتها وهنا الآن أعيد صنعها من الجديد فحقيقة أمنية وحفظ القرآن الكريم كاملا هو أمنية كل مسلم وهذا كما أشرت إليه سابقا لا يتعلق بضعف الإيمان بل هو يتعلق بالطريقة التي يحفظ عليها فبإذن الله إن شاء الله في هذه الصفحة القليلة نبين برنامج لحفظ القرآن بغض النظر على كثير من النقاط كالإخلاص يعني أنا لا أذكر الإخلاص هنا والتعاهد مع الشيخ ومعلم وضبط النفس وكف المحرماد والتقرب إلى الله والتقوى والهم وإلى آخره نحن هنا نريد أن نكون على مسار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وهذه أكبر فضيلة فلا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ونحن هنا نريد أن نكون من أهل الله وخاصته ومع ذلك نريد أن نتبع الصحابة ونمشي على طريقهم فهذا هو عبد الله بن عبد بن عاصر رضو الله عنه كان يختم في ثلاثة أيام وهذه الطريقة جيدة جدا لمن أراد أن يقرأ كل يوم عشر أجزاء بإذن الله إن شاء الله يستطيع ويكمل حفظ القرآن الكريم ويصل إلى ذلك الهدف فهذه أحاديث في فضل الحفظ القرآن الكريم فالفضاء الكثيرة لا تحصى هنا نركز على الطريقة في الحفظ إن شاء الله الطريقة يجب أن تكون لينا تحس بها القربة من الله لذا يجب أن تتزين بالذكر وتكون بعيدة عن برنامج عسكري جاف كأنك تحفظ مقالة فسرعان ما تهرب وتترك الحفظ وتنسى ما حافظته يجب أن يكون البرنامج كالتالي مع زيادة الحفظ أن لا يزيد الضغوطات النفسية كالخوف من النساء أن لا يكون الحفظ سببا في انقطاع الرحم والرجوع في الدراسة والعمل والدوام فيكون سببا لعزل الكل مع الحفظ يجب أن يزداد شعورك بالقرب من الله عز وجل ينقسم ذاكرتنا إلى قسمين الذاكرة القصيرة كل ما يحفظ في البداية من معلومات سيخزن في الذاكرة القصيرة وأقواها لا يبقي المعلومة أكثر من أسبوع وهذا هو السبب عندما ينسى الطلاب المنهج عقب الامتحانات لأنه مخزون في الذاكرة القصيرة فما هو الذاكرة الطويلة؟ كل ما يغزن في هذه الذاكرة لا ينسى أبدا وينقل المعلومات من الذاكرة القصيرة إلى الطويلة بالتكرار فكل معلومة إذا أريد أن يحفظ في هذه الذاكرة إلى الأبد يحتاج للتكرار ويحتاج أيضا للتركيز ما هو الحفظ؟ أنا عندي تعريف خاص بالحفظ حقيقة تكرار المعلومات حتى ينتقل إلى الذاكرة القصيرة هذا هو ويحتاج إلى المكان والزمان هذا هو تعريف الحفظ يعني يجب عليك أن تقعد في مكان في بيتك أو في المسجد وأن تكرس الوقت الكافي لكي تستطيع أن تحفظ معلومات وتنقلها إلى الذاكرة القصيرة ويختلف عن شخص لآخر فرب شخص يستطيع ويحفظ كلمات ب20 مرة أو خلال 5 دقائق وآخر يحفظها ب100 مرة وخلال 20 دقيقة وهذا يسمى الذكاء فما هو المراجعة؟ نقل المعلومات من الذاكرة القصيرة إلى الذاكرة الطويلة للأبد ويحتاج للتكرار لتتم عملية النقل ولا يحتاجوا إلى المكان والزمان ولا يجب أن يستغنى عنهما فيراجع في الطريق إلى المسجد والعمل والدوام والجامعة والفرص بين المحاضرات وفي الرجوع عند الأطفال لا يحتاجوا لهذا العدد من التكرار الكبير يعني في احتمال يحتاجون إلى 10 مرات أو 15 مرة كيف نحفظ القرآن الكريم حفظا تاما ماهرا به؟ فقد بينا معنى الحفظ وبيننا معنى المراجعة فالحفظ يحتاج إلى المكان والزمان والمراجعة يستغني عنهما أتميز الطريقة في الحفظ بالوقت اللازم للحفظ يجب أن يكون لنا وقت للمراجعة التامة دائما بشكل حيبي لكي لا تتعب من الحفظ وتنتعش وترتاح بالمراجعة وتشتاق للحفظ لأنك بالمراجعة يزيد شوقك للحفظ فعملية تثميت الآيات في الذاكرة الطويلة أي بالمراجعة يزيدك شوقا ويجب أن يكون كالتالي يعني قصد يزيدك شوقا للحفظ مرة أخرى فكل ما ضبط في الدماغ ونقلت إلى الذاكرة الطويلة تحس بعدها بالعطش للبدء في حفظ جديد هناك طريقتين للحفظ وطريقة واحدة لمراجعة الأجزاء المنسية ونقطتين يساعد في تقوية الحفظ لمراجعة كثيرا فسوف يكون كل واحد في مكانه ما هو الطريقة الأولى؟ هذه الطريقة حقيقة هو جيد جدا وهو أحسنها ولكن يجب أن يكون للأذكياء فقط لمن له ذاكرة قوية يستطيع أن يخصن المعلومات في الذاكرة القصيرة بمدة قليلة يعني يستطيع أن يحفظ صفحة في خلال ساعة أو صفحتين في خلال ساعة يجب أن لا يكون لمقدار طاقتي وحفظه أقل من صفحة في ساعة هذه الطريقة فهذه الشروط الأول أن يكون وقت الحفظ يوما واحدا في الأسبوع إذا كان اليوم المختار للحفظ لديك يوم الجمعة فهو أفضل ما ورد فيه من الفضل العظيم وأن يختس اليوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنها واستمع وانصت كان له بكل خطوة يخطوها أجل سنة قيامها وصيامها صحى الشيخ العلماني رحمه الله في صحيحي الترمذي وانظر إلى شرحي في وقت لاحق فيجب مراجعة الصفحات المحفوظة فمثلا هو قعد يوم الجمعة وحفظ خمسة صفحات يجب أن يكون مراجعة الصفحات المحفوظة سبع أو عشر مرات في اليوم ابتداء من السبت إلى الخميس حتى يتم التكرار من خمسين إلى سبعين مرة يجب عدم تكريس الوقت والزمان عند المراجعة عند الوصول إلى الجمعة الثانية أو الأسبوع الثاني تبدأ بحفظ صفحات جديدة والمراجعة اليومية بنفس الطريقة المهم في هذا البرنامج هو عدم تكريس الوقت والمكان وعدم استعمال المصحف عند المراجعة فإنك إن استعملت المصحفة فهذا يعني عدم الحفظ في أول مرة جيدة وليس هذا مراجعة بل هو عادة حفظ فاستعمال المصحف يجب أن لا يكون إلا لكلمات نسيتها بين السطور في اليوم الأول أي في السبت لمن حفظ في الجمعة فمثلا أنت إن الذين كفروا سوايا عليهم بدأت من هذه الآية وأكملت صفحة الثانية والثلاثة والرابعة وها أنت الآن في الخامسة تبدأ من يوم السبت بمراجعة هذه الصفحات الخمسة كل يوم خمسة إلى عشر مرات حتى يصل إلى مقدار سبعة إلى عشر مرات حتى يصل إلى مقدار المراجعة في نهاية الأسبوع يعني في وصولك للجزء الثاني للأسبوع الثاني يجب أن يكون قد وصلت في المراجعة من خمسين إلى سبعين مرة فعند وصلك إلى خمسين وسبعين مرات تبدأ من جديد وإذ نجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب هذه الصفحة الأولى والثانية والثالثة الرابعة والخامسة وتحفظهما من جديد في يوم الجمعة ثم تبدأ في يوم السبت بالمراجعة بمراجعة هذه الصفحات الخمسة كل يوم من سبعة إلى عشر مرات حتى يصل إلى سبعين مرة في نهاية الأسبوع أو خمسين مرة فما هو عليك فماذا نفعل بالصفحات الخمسة الأولى التي حفظناها يعني هذه الصفحة الخامسة وهذه الرابعة يعني حفظناها في أول جمعة ماذا نفعل نراجعهما مرة واحدة وليس سبعين مرة نراجعهما مرة واحدة في يوم الاثنين ومرة في يوم الخميس مما يساوي مرتين في الأسبوع وهذا يكفي لأننا راجعناه خمسين أو سبعين مرة في الأسبوع الأول فالأسبوع الثاني نكرسه كاملا للصفحات الخمس الثانية نراجع هذه الصفحات الخمس مرة يوم الثنين ومرة يوم الخميس وهكذا في الأسبوع الثالث وهكذا في الأسبوع الرابع فقد يكون قد وصلنا إلى جزء كامل خلال الشهر ويستطيع الرجل أن يحفظ عشر صفاحات في يوم جمعة واحدة حزب طاقة وذكائي المهم أن لا يكون مقدار حفظي أقل من صفحة في ساعة عندك مالك لكل جزء فلا تسرع إلى الجزء الثاني فمثلا أنت أكملت الجزء الأول في خلال شهر كامل عشرين صفحة خلال أربع جمعات ورجعتهما كل خمس صفحات خمسين إلى سبعين مرة لا تبدأ في الجمعة الخامسة فورا بالجزء الثاني فماذا عليك فعليك أن تكرس أسبوعا كاملا كل يوم مرة أو مرتين أو ثلاثة مرات تراجع هذا الجزء الأول العشرين الصفحة دفعة واحدا كاملة من البداية إلى النهاية كلهما مع بعض فاني استطعت أن تراجعهما خمس مرات في يوم فهو أحسن أو حتى عشر مرات كل ما عليك هو أن تكرس أسبوعا كاملا لمراجعة هذا الجزء مما لا يقل على ثلاثة مرات في يوم واحد يستحب أن يكون عندك برامج للقرآن الكريم داخل جوالك أو يكون عندك مصحف بحجم الجيب في أوائل أيام المراجعة في الأسبوع لكي تستعين به عند نسيان حرف أو كلمة ولا تؤجل المراجعة فطبيعة الإنسان هو التأجيل عند النسيان ملاحظة يجب أن يكون المراجعة سريعا جدا لكي يكمل التكرارات ويصل للهدف وإذا راد الترتيل فليكن خارج هذا البرنامج عند تكميل المراجعة اليومية فليرتل كما يشاء بعدها فيجب عليه أن يكمل مراجعة جزءا كاملا مما يساوي عشرين صفحة خلال خمسة وعشرين دقيقة الحد الأقصى نصف ساعة الطريقة الثانية وهذه طريقة جيدة جدا لا بأس بي ولكن الأولى أفضل هو أن يبدأ بالحفظ بطريقته المعتادة إلى أن يصل إلى جزء كامل ثم البدء بمراجعة الجزء إلى أن يصل إلى خمسين أو سبعين مرة خلال أسبوعين أو البدء بالحفظ إلى آخر طاقته ثم وقف الحفظ هو الابتداء بالمراجعة التامة خمسين أو سبعين مرة ثم إكمال الحفظ بعد المراجعة يعني فمثلا إن الذين كفروا الصناع عليهم أنذرتهم أمنم تنظرهم لا يؤمنون تبدأ بالحفظ كطريقتك المعتادة تكمل حفظ هذا الجزء خلال أربعة أيام أو خلال شهر أو خلال شهرين أو خلال ثلاثة أشهر تحفظ كل يوم سطرا واحدا أو سطرين أو ثلاثة أو صفحة أو خمس صفحات حسب مقدودك إذا وصلت للجزء لجزء كامل واحد يعني حسب طريقتك التي اعتدت عليها الحفظ بعد وصولك لهذا الجزء لنهاية هذه الجزء توقف الحفظ سيقول السفهاء تقف عند هذه الآية وتبدأ بمراجعة هذا الجزء كاملا من البداية ألف لاميم إلى ولا تسألون عما كانوا يعملون كل يوم خمسين أو سبعين مرة أو هناك طريقة أخرى تبدأ بالحفظ بطريقتك المعتادة وليس شرطا أن تصل إلى جزء كامل حسب طاقتك إذا استطعت فالإنسان مرات يضعف إيمانه ويمل من الحفظ يصل إلى نصف جزء أو يصل إلى خمسة صفحات أو يصل إلى خمسة عشر صفحة فمثلا أنت وصلت إلى الصفحة العاشرة إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابعين ومللت من الحفظ بضعف من إيمانه أو بسبب خطيئة أو أي شيء من الأسباب فالإنسان مرات يمرض لا يستطيع أن يوصل إلى الحفظ لديه مشغولية يقف حفظه ينفذ طاقته في الحفظ يبدأ بالمراجعة يبدأ بالمراجعة هذه الصفحات العشر كل يوم سبعة إلى عشرة مرات حتى يصل إلى خمسين أو سبعين مرة المهم أن يصل إلى خمسين أو سبعين مرة فإن أوصلها خلال عشرة أيام أو سبعين فهذا جيد جداً وإن أوصلها خلال ستة أشهر فلا مانع على يدينا فيجب عليه أن يوصل التكرارات إلى سبعين مرة أو خمسين مرة والأفضل أن يكملها خلال أسبوعين هناك طريقة أخرى لمراجعة الأجزاء الماسية والمحفوظة سابقاً فمثلاً أنت حافظ لعشرة أجزاء يا أخي الكريم أتمنى أن تستمع لهذه الفقرات جيدة جداً فوالله الناس يحفظون كتاب الله من خمسة عشر سنة من عشرين سنة ولا يستطيعون أن يتقنوا حفظها ففيهم من يحفظه لمدة ثلاثين سنة ولم يستطع إتقانها وحفظها جيداً حتى الآن ومنهم من يراجعها ويستمر بالمراجعة إلى أن يموتها ولن يستطيع أن يتقنها فكل سبب هذا هو تسرع يا أخي لا نحتاج إلى تسرع فهذه طريقة جيدة تستطيع أن تراجع القرآن الكريم كاملاً خلال سنة ونصف بإذن الله إن شاء الله كل ما عليك هو أن تراجع وهو تتقن السبعة أجزاء خلال ثلاثة أشهر سبعة أجزاء خلال أربعة أشهر عفواً تكرس أسبوعين لكل جزء يكرس يوماً لكل جزء عن طريق المصحف يعني قصدي يكرس يوماً من الأسبوعين يكرس يوماً من الأسبوعين الذي كرسها للجزء يعني يبقى له ثلاثة عشر يوماً يكرس هذا اليوم الأول حتى يستطيع أن يفضه من جديد ويكون حفظاً تاماً لا بأس به ويستطيع أن يكرس حتى أربعة أيام فإن كرس أكثر من أربعة أيام لحفظ هذا الجزء من جديد فهذا لا يحتسب حفظاً من جديد فأظن أنه يبدأ بطريقة الطرق الأولى أحسن له أسبوعين يكرس عشر عياماً لمراجعة للجزء حتى يصل إلى خمسين أو سبعين مرة المجموع أسبوعين يعني إذا كرس أربعة أيام لمراجعة هذا الجزء يعني لحفظه من جديد حتى يكون حفظاً لا بأس به فيكون لديه عشر عيام باقية حتى يصل إلى خمسين أو سبعين مراجعة يعني المجموع أسبوعين فإن أكملها خلال يوم واحد يعني لم يكرس له أربعة أيام يبقى له ثلاثة عشر يوماً حتى يستطيع أن يكمل الخمسين أو السبعين مرة ويستطيع أن يكمل جزئين خلال شهر هو يعني جزئين خلال ثمانية وعشرين يوم يبقى له يومين أو ثلاثة حتى يكمل الشهر فيستطيع أن يراجع كل الجزئين دفعة واحدة مرة أو مرتين أو ثلاثة حسب مقدوره فإن زاده فنعمة عند يكماله ستة أجزاء خلال ثلاثة أشهر بهذه الطريقة في بداية الشهر الرابع يكمل حفظ الجزء السابع خلال أسبوعين بالطريقة المذكورة والأيام الباقية من الشهر مما يساوي أسبوعين يراجع فيها الأجزاء السبعة مرة أو مرتين أو أكثر يعني المجموع سبعة أجزاء خلال أربعة أشهر يستطيع أن يدقن سبعة أجزاء خلال أربعة أشهر يعني نصف القرآن خلال ثمانية أشهر بإذن الله إن شاء الله يعني خلال سنة ونصف تقريبا يستطيع أن يكمل القرآن الكريم كاملا بهذه الطريقة ولا يحتاج إلى عشر سنين أو عشرين سنة حتى يدقن القرآن فهذه الطريقة هو للأتقان كن على يقين لا يستطيع أي شخص أن يحفظ ويراجع في نفس الوقت يجب أن يوقف الحفظ عند المراجعة وعند بدءه بالمراجعة يجب أن يتقن كل جزء في مكانه ثم ينتقد إلى جزء آخر فإن تسرع ولم يتقن جزءا في مكانه وذهب إلى مراجعة جزء آخر فيكون حصيله هو المراجعة حتى يموت ولا يستطيع أن يتقن كتاب الله نقطتين يساعد كثيرا في الحفظ إخوتي ما هي نقطة الأولى؟ حفظ الآيات رقم عشر وعشرين في كل صورة الثانية هو استخدام مصحف الحرمين سوف أبين لكم قصدي في هذا فمثلا نحن الآن في صورة البقرة مكونة من مئتين وثمانية ومضع آيات وثمانين ومضع آيات كل ما هو عليك أن تحفظ العشر من الآيات يجب عليك أن تعرف ما هو الآية رقم عشر في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا آية رقم عشرين يكاد البرق يختف أبصارهم آية رقم ثلاثين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلا في الأرض خليفة وهكذا إلى النهاية فمثلا آية رقم سبعين ما هو أو آية رقم ثمانين ما هو وآية رقم تسعين ما هو يجب أن يعلم كل الآيات فهذه قال دعو لنا ربك يبين لنا ما هي هذه آية رقم سبعين فاستطيع أن يقصر صورة البقرة إلى ثمانية وعشرين آية فعند البدء بالمراجعة فمرات الإنسان يحذف آيات أو حتى يحذف صفحات يحذف خمس أو ست صفحات فكيف يعلم أنه قد حذفهما إذا كان قد حفظ العشر من الآيات فهو يعلم أنه ليس من السهولة أن تصل من آية السبعين إلى آية مئة وخمسين فكيف وصل إلى مئة وخمسين بهذه السرعة وله العلم يستطيع أن يرجع إلى النقطة السابقة التي حذفها بسهولة هذه النقطة الأولى يجب أن يحفظ العشر من الآيات فاستطيع أن يقصر صورة البقرة إلى ثمانية وعشرين آية النقطة الثانية هو استعمال مصحف الحراميين أو الشمرلي مصحف الحراميين جيد جدا للحفظ لأن الجزء فيها ليس مكون من عشرين صفحة الجزء فيها مكون من ستة عشر صفحة فهذا يسهل الدماغ على أن يأتي بصفحات أحسن من المصحف المدينة هذه النقطة الأولى فانظر أولئك الذين يعني هو مكون من ستة عشر صفحة كل جزء النقطة الثانية هو نهاية الصفحات ليست بآية لا تنتهي نهاية الصفحات بآية بل نصف الآية تقع في الصفحة الثانية أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت هذه النقطة مميزة جدا وقود والناس والحجارة أعدت للكافرين فنادرا ما تنتهي بآية ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فهذا يساعد جدا في إرجاع وتذكر الصفحة التي تليها فالصفحات تجر بعدها في مصحف الحرمين ولكنك مرشح ومهيئ لأن تحثف خمس صفحات متتالية في مصحف المدينة لأن نهاية كل الصفحات مكونة بالآية فالآيات فمرات مرتبطة ببعضها ومرات ليس لها أي صلة فهذا يصعب الإتيان بالآيات وجر الصفحات بعضها بالبعض عند المراجعة ولكن ليس لديك هذه المشكلة في مصحف الحرمين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فسهل جدا أن تأتي بالصفحات التي تليها فسهل جدا أن تدخل من الصفحة الرقم 7 إلى الصفحة الرقم 8 بدون أي تعب لأن الآية نصفها في الصفحة السابقة ونصفها الآخر في الصفحة التي تليها طبعا هذه النقطتين جيدة جدا للحفاظ وتساعدك كثيرا بإذن الله إن شاء الله تتفوق في الحفاظ فوائد الحفظ بهذه الطريقة أولا حفظ القرآن الكريم مرة في الأسبوع المراجعة لمدة سبعة أيام ما يؤدي إلى الانتعاش والبهجة وذهاب التعب والشوق إلى وصول يوم الحفظ مرة أخرى حتى لو كان الشعرا أو عدبا فكيف إذا كان قرآنا عجبا يجعل الله تعالى القرآن ربيع قلبك فلا يمضي عليك يوم إلا وتقرأ القرآن فيه يبعدك من الوساوس والأفكار السيئة والعصيان في الطرق فأنت تخطو الخطوات بالقرآن الكريم حتى تستطيع مراجعة ما يعادل عشرة أجزاء في يوم بدون تكريس وقت أو مكان كافى عليه عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه يقوي بدنك لقيام الليل فعند قيام الليل والاعتماد على القراءة في المصحف يقلل تركيزك في الخشوع يتقلل تركيزك عند الخشوع ولكن تزداد تركيزك وخشوعك عندما أنت حافظ لكتاب الله البرنامج مزيّن بذكر الله تعالى وبمشاعر أقرب للتقوى وأتقن في نفس الوقت للحفظ فسوف تحفظ القرآن كله مع مرور الوقت والعمر بدون خطأ أنسيا بارك الله فيكم أخوكم كاردو محمد واسمي الآخر عندي اسم ثاني اسمي يوسف محمد وهذه كل الاسمين في إيميل واحد كاردو يوسف إيميل جيميل هو جوجل إيميل وهذه رقم جوالي فلقد جاءني رسائل كثيرة من قبل ولم أستطع أن أجيب على أي منها فأعذرني جدا 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 بعد نشر هذه الفيديو إن شاء الله سوف أجيب على كل الرسائل بإذن الله تعالى فلدي كل شيء وأنا دائما على الاتصال 24 ساعة بعد نشر هذه الفيديو بإذن الله إن شاء الله سوف أجيب على كل من يريد ويحفظ ويعشق حفظ القرآن الكريم تاما فلا مانع لدي لأن أتكلم معه ساعة كاملة أو لمدة أسبوع واحد أو أن يتصل بي يوميا فسوف أرد بإذن الله تعالى بارك الله فيكم ووفقكم لحفظ كتابه وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين